كيف باستطاعتنا تخيل أن دولة كالولايات المتحدة لديها ثمانية عشر جهازاً استخباراتياً تكلفها هذه الأجهزة قرابة تسعين مليار دولار سنوياً ويحدث بها هذا التسريب لمعلومات سرية للغاية حسناً أنت تتذكر أن هناك سبع مليون من الناس قد كانت لديهم فرصة يضع يديهم على هذه المعلومات المسيرة ونحن نعلم أننا مجتمع قد تخلص في بعض المعلومات ونحن نعلم أن لدينا الكثير من الأوراق التي تم تسريبها من قبل إنه ليس أمر غريب أن يحدث ذلك فقط حدثاً من قبل وعادة عندما يتم تسريب بعض هذه الوسائق يتم تغيير الخطط بالنسبة لهذا الشاب فقط فعل ذلك عن عمد إذن غيرت الخطط ولكن وقعت في المحضور في ذات القضية تسريبات لمعلومات مهمة وسرية للغاية نتحدث عن عقد من الزمان وقعت أيضاً تسريبات في عام 71 بعد 900 وألف كما نذكر والحديث كان عن حرب فيتنام وما إلى ذلك من تفاصيل اليوم الأمور مختلفة هل الولايات المتحدة اليوم كالولايات المتحدة عام 1971 سيد كورب؟ لا في الحقيقة لا فالذي أريد أن أقوله أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هناك تخف كامل على الكثير من الوسائق في هذا العالم المنفتح وفي هذا المجتمع المفتح ونحن نعلم أنه عادة بعض الناس يضع يضعهم على بعض المعلومات ونحن نعلم أننا في عالم مفتوح لذلك فإن هذا الشاب الذي فعل ذلك لقد فعل ذلك من باب اللعب مع أصدقائه سيد كورب تتحدث عن عالم مفتوح ونحن نتحدث عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون هل هذا العالم المفتوح يستطيع أن يخترق هذه المنظومة الأمنية الاستخباراتية التي تقود العالم؟ حسنا أعتقد أننا في الحقيقة لابد أن نتأكد أولا أن هذا لا يحدث بسبب وجود بعض المعلومات لبعض الأشخاص ولكننا إذا كنا نعلم أن هذه المعلومات ستكون في يد بعض الأشخاص فليس هناك شيء غريب أن تظهر للعيان تمام 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 تمام